من أهمية التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني ما يسمى بالمهلة القضائية أو نظرة الميصرة فبحسب الأصل في الديون المدنية إذا أبدأ المدين استعداده للوفاء واعترف بالدين لكنه أبدأ عزره للقاضي بأنه يمر ضائقة مالية وأن هذه الضائقة ما تلبس أن تنفتح في خلال مدة قريبة وأنه يطلب مدة أو مهلة للوفاء في مثل هذه الحالة أن يمنح البدين المدني مهلة للوفاء أما في الديون التجارية فكما علمنا مسبقا أن التجارة تقوم على السرعة والإئتمان وأن توقف أحد المدينين بدين تجارية عن دفع دينه يستدبع ذلك سلسلة من التوقفات فإذا لم يوفي المستهلك بسمن السلعة لتاجر التجزئة تاجر التجزئة هو الآخر لن يستطيع أن يوفي لتاجر الجملة وبدوره تاجر الجملة لن يستطيع أن يوفي للمصنع أو المنتج لذلك بحسب الأصل لا يجوز للقاضي أن يمنح التاجر أي مهلة قضائية للوفاء بديونه أو تقصيتها ولكن إذا لحق التاجر المدين ضرر أو كان يمر بضائقة مالية فإنه يمنح مهلة مناسبة للوفاء بدينه وتسقط إذا تبين سوء نيته أيضا من أهميات التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني النفاذ المعجل فجميع الأحكام التي تصدر في القضايا التجارية أو الدعاوة التجارية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل فتكتسب الأحكام القضائية في المسائل التجارية صفة النفاذ المعجل بقوة القانون رغم إمكانية الاستئناف ولكن الاستئناف لا يوقف التنفيذ إلا بتقديم سنة كفالة وضمان بنكي أو شيق مصرفي مصدق عليه أي إذا أراد المحكوم ضده في الدعوة التجارية وقف التنفيذ فلابد من أن يقدم شخصا يكفله أو يقدم كفالة مالية كالشيق المصرفي المصدق عليه أو المقبول الدفع أيضا من أهميات التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني ما يسمى بالتضامن فيما بين المدينين بدين تجاري فالتضامن بين المدينين بدين تجاري مفترض حتى ولو لم ينص عليه في العقد ولنا أن نضرب هذا المثال فلو أن هناك إثنان من التجار ذهبوا لشراء سلعة معينة من أحد المصانع أو أحد المنتجين وتم هذا التعاقد في عقد واحد لكن كل شخص منهم يخصاه نسبة من الدين فلو أن الصفقة مثلا بمليون ريال أخذ نصفها هذا التاجر والنصف الآخر التاجر الثاني فإن كل واحد منهم يخصه في هذه الصفقة نصف مليون ريال هي قيمة ما يستوجب عليه دفعه لكن إذا توقف أحدهم عن دفع ديونه فيجوز لصاحب المصنع أو المنتج أن يطالب الطرف الآخر بما لم يسدده زميله وللسامع الكريم أن يعترضه ما زنب هذا التاجر في أن يطالب بما لم يوفيه الآخر ونجيب عن ذلك بأن الحياة التجارية تقوم على الاعتمان ولتقوية الاعتمان جعل أو افترض المنظم التجاري التضامن فيما بين المدينين بدين تجاري الأمر على عكس ذلك تماما في الديون المدنية فإن التضامن فيما بين المدينين بدين مدني لا يفترض إلا إذا نص عليه صراحة في العقد فإذا نص عليه صراحة في العقد كان التضامن موجودا في الديون المدنية أما إذا لم ينص فلا يفترض مثل هذا التضامن سابعا من صور أو من أهميات التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني ما يظهر فيما يسمى بالإعزار فما المقصود بالإعزار الإعزار هو مطالبة المدين بالوفاء بدينه فالإعزار في المسائل التجارية يختلف عن الإعزار في المسائل المدنية فالإعزار في الديون المدنية لا يجوز إلا بورقة رسمية على يد محضر والمحضر هذا موظف عمومي يعمل في المحكمة فيجب على الدائن أن يذهب إلى المحكمة ويكتب ورقة على يد محضر ويرسلها إلى مدينه يخبر بها بأن موعد سداد الدين قد حل وأنه يطالبه بسداد هذا الدين وإلا سوف يضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية لرفع دعوة للمطالبة بدينه أما في الديون التجارية فالإعزار فيها يجوز بأي وسيلة من وسائل الإعزار فيجوز للدائن بدين تجاري أن يعذر مدينه التاجر بدين تجاري بأي وسيلة فيتصل به تلفونيا أو يرسل إليه أحد الأشخاص الذين يعملون عنده في متجره أو مصنعه أو يرسل إليه SMS أو fax أو خطاب مزجل أو خطاب عادي أو يرسل إليه إيميل المهم أن يعذره بالوفاء ويطالبه بالوفاء ويعلمه بحلول أجل الدين بأي وسيلة من وسائل الإعزار فالإعزار هو إختار الدائن لمدينه بحلول أجل الدين أو موعد تنفيذ الالتزام كالأمثلة التي ضربناها في الإعزار في المسائل المدنية والمسائل التجارية الأمر الثامن مما يظهر فيه أهمية التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني هو ما يسمى بالاختصاص القضائي حيث تختص بنظر المنازعات التجارية المحاكم التجارية وتطبق قواعد القانون التجاري أما الذي يختص بالدعاوة المدنية للمحاكم المدنية وتطبق قواعد القانون المدني والأمر ليس واحدا في جميع الدول فهناك بعض الدول مثل المملكة العربية السعودية تنشئ الآن محاكم مختصة تسمى بالمحاكم التجارية ومحاكم أخرى تسمى بالمحاكم المدنية أو القضاء الشرعي الأمر على غير ذلك في مصر مثلا فنجد أن المحكمة واحدة لكن داخل هذه المحكمة نجد أن هناك دوائر تجارية ودوائر مدنية فتختص الدوائر التيارية بنظر المنازعات التجارية وتطبق قواعد القانون التجاري في حين تختص الدوائر المدنية بنظر الدعاوة المدنية وتطبق قواعد القانون المدني ترجمة نانسي قنقر